لازم الناس المسؤولين يسمعوا يا جماعة اسمعوني احنا محلك سر ويا ريتنا محلك سر احنا بنرجع خطوات لورا احنا بنرجع خطوات لورا في كل المجالات فيما يخص الكرة المصرية والموضوع اصبح خناءات بس صراعات ما بين الاهل والزمالك وفي النهاية لا يمكن في النهاية هيكون عندنا نظام قروي ناجح طول ما فيه سطوة من الاهل والزمالك وقوة كبيرة جدا بتتمتع بيها الاندية مقارنة بالنظام القروي في مصر النظام القروي في مصر الاندية هي اللي بتتحكم فيه والاندية الكبيرة هي اللي بتتحكم فيه وده اللي معطل تطور الكرة المصرية والصراعات الكبيرة والصراعات الوهمية اللي موجودة ما بين المسؤولين في الاهل والزمالك المستفدين منها بس هم المسؤولين في الاهل والزمالك ولكن هالك كرة المصرية بتستفيد بحاجة من الصراعات دي وتستفيدش حاجة من الصراعات دي بالعكس بتتعطل بشكل كبير جدا طيب انت بتتفرج عليها دلوقتي هتقول يا عم ميدو انت بتحبطنا ليه انا بنقلك الواقع صدقوني لو شفتوا في ما يحدث في فترات الانتقالات وانتقالات اللاعبين في الدوري المصري هتعرفوا ليه المسؤولين في مصر سايبين القوايم مفتوحة وقوايم 30 وكله عشان الفساد يبقى على عينك يا تاجر علشان الفساد يبقى على عينك يا تاجر تاني الفساد على عينك يا تاجر ومش زي زمان بقى الناس بتطلب فلوس من تحت الترابيزة كده هي عن مداري لا دلوقتي وش قصة قصة صعبة جدا جدا قصة صعبة جدا وفي النهاية على فكرة اللي بيتظلم في النظام القراري في مصر الناس اللي عندها ضمير والناس اللي عايزة تشتغل والناس اللي عايزة تطور لانها دايما هتتحارب دايما هتتحارب وفي ناس بقى بتبقى حواليك بتدعي ان انا بحب النادي فلاني او انا محب للنادي فلاني وبتاع كلهم نصبين كلهم بينصبوا على الناس وكلهم بيستفيدوا من الفساد اللي موجود سدقوني القصة خطيرة القصة خطيرة وصعبة وعايزين ترجعوا كده تمام؟ تعرفوا حجم الفساد اللي موجود في الكرة المصرية انا عايز كل نادي يطلعلي واتمنى ان يبقى فيه مرأبة على الكلام ده حجم العمولات وكل نادي دفع عمولات كان في اخر خمس سنين لو سمعتوا الارقام هتعرفوا حجم الفساد اللي احنا موجودين فيه حجم العمولات اللي دفع في لعيبة فشلت مع عنديتها في اخر خمس سنوات لكل الاندية المصرية اراهن لو الارقام دي طلعت لمعظم المسؤولين في الاندية المصرية مش هيتسجنه مش هيتسجنه عشان هم ابضوا حاجة هم نفسهما يبقوا عايزين يروحوا السجن عشان يستخبوا من الناس والله لو فيه راجل الرجالة دي تطلع تقول حجم العمولات وكم العمولات اللي دفعت في اخر خمس مواسم لوكلاء اللاعبين وبكلمكم على من فوق الترابيزة مش من تحت الترابيزة يطلعوا ويقولوا دفعوا عمولات كان وكم العيب من اللاعب اللي جابوهم نكحوا معاهم ده بيوريك حجم الفساد اللي احنا وصلنا فيه للكرة المصرية وبقولوك بكل صراحة أنا يعني اللي شفته في اخر 48 ساعة حوالي بيحصل حاجة مخيفة والله يصدقوني حاجة مخيفة عمري ما كنت تخيل وانا اشتغلت الشغلانة دي يعني بقالي سنين انا دربت نادي الزمانك من 10 سنين لكن عمري ما كنت تتخيل في يوم الايام ان الامور توصل لكده الوكلاء اللي عابين اصبحوا مصدر قوة داخل الاندية بشكل كبير جدا مصدر قوة كبير كبير جدا بصراحة طول ما انتوا سايبين الباب مفتوح اسف معنش طول ما انتوا سايبين الباب مفتوح الوكلاء اللي عابين للتحكم فيه الاموال اللي موجودة داخل الاندية عمري ما كرة مصدرها تشوف خير الفلوس دي لو بتتصرف على قطاعات الناشئين الفلوس دي لو بتتصرف على قطاعات الناشئين والفلوس دي بتتصرف على المدربين وتعليم المدربين والإدكيشن والتعليم بتاع المدربين كرة مصدرها تبقى في حتة تانية خالص حرام عليكم حرام عليكم ولازم يبقى فيه رقابة من الدولة على الاندية تاني بقول لو رجالة طلعوا الاندية المصرية طلعت فلوس قد ايه عمولات لوكلاء اللعبين في اخر خمس مواسم لو العمولات بتاعت وكلاء اللعبين في اخر خمس مواسم ما تخططش المتين وخمسين مليون جنيه ده اللي فوق الترابيزة مش من تحت الترابيزة انا عمري ما هشتغل في الكرة تاني هختفي من حياتكم هختفي من عمركم هتشوفوني تاني بتكلم في الكرة هطلع في التلفزيون او في اي حاجة هعمل برنامج طبيق او هعمل برنامج اه ايا كان ما عرفش هعمل برنامج ايه برنامج اجتماعي لكن مش هتكلم في الرياضة والكرة تاني هل ده يرضي ربنا